تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية انطلقت فعاليات الملتقى الخليجي السابع لتنمية الموارد البشرية تحت عنوان الإدارة الرقمية للموارد البشرية والتدريب الملتقى وعلى مدار يومي انعقاد يسلط الضوء على جملة من البرامج والتطبيقات الحديثة التي تسهل عمل إدارات الموارد البشرية للإبقاء على رونق قطاع الموارد البشرية والحفاظ على أهميته لكونه المنظم المباشر لعمل كل مؤسسة مهما كان مجالها ولمواكبة التطورات الرقمية التي استثمرت أدواتها ووظفت لتسهيل آداء البرامج المتنوعة التي تندرج ضمن مسؤولية ذلك القطاع الهام أطل بمحاوره الشمولية الملتقى الخليجي السابع لتنمية الموارد البشرية وبعنوانه الواسع الإدارة الرقمية للموارد البشرية والتدريب ليجول المتحدثون عبر منصته وعلى مدار يومين في نوعية السبل الممنوحة والطرق المستحدثة التي تمكن مجال الموارد البشرية من تنفيذ برامج حديثة أكثر تقدما بالشكل الذي سيسهم في تغيير الصورة النمطية عن إدارات المجال الاعتيادية التحول الرقمي في قطاع الموارد البشرية والتدريب بات فرورة ملحة وعشان شديد صار هذا هو المحور الرئيسي لأعمال الملتقى الخليجي السابع لتنمية الموارد البشرية عشان نطلع المشاركين على كل المستجدات فيما تعلق بالإدارة الرقمية لقطاع الموارد البشرية والتدريب ثلاث جلسات وورشتها عمل سيشهد إقامتها الملتقى والتي ستتركز بمجملها حول تبيان أفضل الممارسات والنماذج المتطورة لرقمنة قطاع الموارد البشرية بأقسامه كافة أهمية مواكبة هذا التقير والذي هو في الأساس تقير رقمي في وسائل التصال في وسائل الرقمنة يتطلب من الجميع وهو ليس خيار أن يتحول إلى برامج إلكترونية رغم أن الموارد البشرية تدريب الموارد البشرية على التعامل مع كل التكنولوجيا الحديثة التحول الرقمي اليوم نحن نحيى اللهوة عالم متغير مختلف في الثورة الصناعية الرابعة التحول الرقمي في جميع المهارات في إدارة الموارد البشرية في تنمية القدرات ما قبل العمل وتنميتها بعد اختيارها السليم ما بعد العمل هذا هو المحور الأساسي لهذا المؤتمر واللقاء بيانات ودراسات علمية أظهرت ما أفرزته العولمة من تدفق هائل لكمية البيانات التي ترد إلى أقسام الموارد البشرية في أي مؤسسة حكومية كانت أم خاصة بشكل يومي وهو ما قد تجد المؤسسات صعوبة في تحليلها نظرا لعدم توفر العدد الكافي من الموظفين ومن المؤكد أن إهمالها قد يكلف الجهات الكثير وسيعرضها لأخطاء كان بالإمكان تفاديها لذا باتت الاستعانة ببرامج رقمية ذكية أمرا حتميا للمساعدة في إدارة الموالد البشرية لتلفزيون البحرين محمد رشادات